جزر الكمر بقى تكلمنا شوية عن جزر الكمر النقاط الضعف النقاط القوة احنا عارفين طبعا عندهم ممكن انت قلتلي يابلي هو المهاجم والهدف بتاعهم يمكن مش هيشارك في المباراة الهدف بتاعهم والمدافع الفردو بن محمد ده المهاجم ده الاعلى واحد فيهم في الفرقة وهو الاعلى قيمة التسويقية محترف ريد ستار السربي قيمة التسويقية 2 مليون و7 من 10 مليون يورو صاحب 31 سنة يمكن هو سافر سربيا مش حالعب معهم المدافع بتاعهم رقم 4 اللي هو زهاري برضو مصاب دول الغيابين اللي هم عن اخر مباراة هم دايما بيلعبوا مع المدرب بتاعهم امير عبدو بيلعبوا 4-4-2 ممكن بكرة تبقى 3 ارتكاز بنسبة كبيرة 4-3-3 احتراما طبعا لمنتخب مصر واكيد منتخب عارف بس على فكرة هم اتأهلوا كمان ممكن تكون المباراة مفتوحة عايز عايز يشوف شوي بس هو عنده لعيبة يعني اللعيب اللي هو قائد نوتينجهان فورست اللعيب اللي هو فؤاد بشير ورقم 8 ده لعيب واحد من افضل اللعيب عنده وملعبوش الماتش اللي فات فحيعوز يديله في ماتش زي ده وخاصة كمان مع جياب رأس الحربة اللي هو الفاردو بن محمد مش موجود فالاحتمالية دي لو حسبناها كده فممكن اللي هو يدخل فؤاد ده ارتكاز مكان المهاجم فتبقى الطريقة 4-3-3 او يعني يكون رأس حربة وتحتجي أو لو لو لعب عادي بطريقته المعتدر 4-4-2 يعني هو طبعا في حراسة المرمى لان نستعرض التشكيل علي احمدا ده عنده 24 مباراة دولية عنده 29 سنة الاتنين المساكين المتوقعين بكرة نجيم عبدو ده قائد الفرق قدامنا التشكيل على الشاشة اهو ما هو من هنا اللي هو رقم 23 ده حارس المرمى اللي هو علي احمدا الاتنين المساكين نجيم عبدو او جيمي عبدو بالعربية ده بيلعب في الدرجة الرابعة في فرنسا ده الكابتن رقم 6 رقم 6 اه ورقم 12 اللي هو قاسم رقم 12 الباكي اليمين بنجلود يوسف رقم 15 بيلعب في الدرجة الثالثة في فرنسا هم اغلبهم في الدرجة الثالثة في فرنسا اه سعيد بكاري بيلعب في الدرجة الاولى في اهلندا نيجي بقى للاتنين الارتكاز رافدين اللي هو رقم 13 ورقم 10 ده نعمل عليه دايرة يوسف اه رقم 10 ماشا انجامة دوت رقم 10 واحد من احسن اللعيبة في الفرقة ومتخصص في تزديد الدربات السابتة لعيب يعني نحاول نقل للدربات السابتة حوالين منطقة الجزاء لانه هو مميز جدا لعيب ارتكاز او لا لعيب ارتكاز اه وهو اصلا يعني اعتبر صنع على العب بس هو بيلعب في الحتة دي لعيب هجومي اكتر ولو لعبوا بتلات ارتكاز بكرة حيدخل فؤاد بشيرو معهم يقول له هو رقم 8 اللي هو بيلعب في نوتينج هام فورست فيبقى فؤاد بشيرو مع يوسف ورافدين التلات ارتكاز اللي قدام بقى طبعا فايز سليماني ده رقم 7 ده لعيب حريف جدا وعمل مباراة كبيرة جدا في المباراة اللي هناك على محمد هاني كان نجم المباراة رقم 7 فايز سليماني بيلعب فيه الدوري البلجيكي النحية التانية الجناح التاني اللي هو اسمه فايز ده برضو عنده 20 سنة وده بيعتبرون انه هو يعني لعيب صعد مميز قوي في جزر الامر بيلعب في الدرجة الاولى في فرنسا الاثنين المهاجمين إبراهيم يوسف بيلعب في الدوري المورتاني ده اللي هو غالبا حيبدأ لو بدأ باثنين رأس حربة مكان مين مكان الفاردو بن محمد والمهاجم الثاني اللي هو أحمد مغني اللي هو 29 سنة رقم 20 بيلعب فيه الدرجة الثالثة في فرنسا ابرز لعيبة في الفرقة دي في التشكيلة بكرة رقم 10 اللي هو يوسف مشينجامل اللي هو المتخصص في لعب يعني متخصص في لعب الضربات السابتة ومعنا برضو أرقامه هنستعرضها ورقم سبعة اللي هو فايس سليمان اللي هو الجناح الخطير جدا اللي هو رقم سبعة دول أهم اتنين لعيبة بكرة ده بيلعب برجلي الشمال رقم سبعة اليمين يبقى بيخش على جوه ناحية هاني ناحية محمد هاني هو بيلعب الاتنين بس هو أكتر ناحية محمد هاني لو استعرضنا برضو مشوار جزر الأمر في التصفيات حلاه ان هم لعبوا خمس مباريات خلي بالك برضو نتائجه نتائجه على مستوى يعني لو احنا اللي وقت بنقرأ القرع لسه بنقول مستحيل احنا نقول طوبو مستحيل انها توصل يعني بتتكلم على مصر وطوبو لكن مبارياتهم ونتائجهم اعتقد مفاجأة مفاجأة للجميع الفكرة هو في عشر منتخبات في التصفيات ما خسروش عشر منتخبات منهم جزر الأمر العشرة مين مصر وتونس والجزائر والمغرب وبركينا فاسو ونيجيريا والسنغال وجزر الأمر وغينيا وكاب فيردي يعني العشرة دول فلما يبقى منهم الجزر الأمر اكيد فرقة اتطورت بشكل كويس ارقامهم ملاعبوا خمس مباريات في التصفيات كسبوا ماتشين ما خسروش ولا ماتش ده رقم يعني اكيد كويس اتعدلوا ثلاثة احرزوا اربع اهداف بس بس هو لعب تجاري ان انا بكسب ادروا ان هم يسعدوا يعني اربع هدف في خمس مباريات عليه دخلت شباكو هدفين يعني عندهم يعتبر نقدر نقول قوة دفاعية عكس مسلا لو انت قررنا الارقام دي قبل القرع نقول ان ايه ان هم مسلا هيدخل فيهم خمسة في الماتش الواحد ستة حصلت المجموعة فانت لما هيدخل فيهم هدفين بس في خمس مباريات ده رقم كويس جدا يعني برضو نستعرض المعدل العام بتاعهم يعني نسبة الاستحواز قد الاستحوازهم مش كبير ما بيلعبوش على الاستحواز هم بيلعبوا اسلوب التمرير الطولي اه يعني هو يعني يعني بكرة طويلة بيخطوا كرة تانية ويبدأوا يعملوا كرة طولية اللي هو ستة واربعين في المية الاستحواز قدامنا الارقام على الشاشة معدل التمريرات برضو مش كتير بيعمله تلتمية واربع واربعين تمريرة بس يعني رقم منهم متين واربع وسبعين صحة في الماتش. التمريرات الطلية كان في الماتش بقى ستة وثلاثين تمريرة طلية. يعني اسلوب لعبه مباشر. مباشر طبعا. فلازم الاتنين المساكين وطريق حامل أو أي حد عيبدأ في حتة الارتكاز لازم يراعي الكرة التانية تحديدا. دي نقطة مهمة جدا. معدل المحاولات بيعملوا سبع محاولات. رقم برضو يعني مش وحش بالنسبة لهم. معدل العرضيات سبعة في الماتش الواحد. معدل الالتحامات تمانية وستين التحام كسبوه من مية خمسة واربعين فده برضو بيأكد ان هم منتخب على المستوى البدني قوي. مش وحش يعني. دايما بنتكلم على لما بنتكلم على المنتخبات الافريقية خاصة المستوى التاني والتالت دايما يقول لك حراسة المرمى والسرتباكين عندهم مشكلة. دايما نقول ان يمكن مميزين مثلا بسرعات في قدام. عندهم راس حربة. الاتنين الديفندر مهاريين مش مهاريين اول لكن عندهم قوة وعندهم شونت. الفرق اتغيرت. الفرق اتغيرت. ايه بقى اللي اتغير في الكلام اللي قدت دوت على جزر القمر. الفرق اتغيرت افريقيا زمان فعلا كنا نقول مسلا الاتنين بطاق. الحارس مثلا. اه. الحارس تلاي. ايه. كان يقوله زمان الكرة سخنة. بسه. بسه. فهم الكرة طقعة من ايد وكده يعني تحس ان هو ايه. لا افريقيا تطورت بشكل كبير لما تشوف مسلا جزر القمر بتسعد موريتانيا بتدخل في كاس الامم. الفرق الافريقية اتغيرت. افريقيا اتغيرت بشكل كبير جدا. نسبة لجزر القمر لا. هو فرق طبعا عن مستوى الدفاع الاتنين المساكين. اغلب الاهداف اللي بتيجي فيهم منكرات عرضية من مشاكل في العمق. يعني الماتشين اللي شفتهم ليهم. محاولات على اللي وانت قلتلي رقم سبع رقم مش قليل. وخاصة لو قرنناه بمصر على مستوى منتخب مصر. تسعة. تسعة. تسعة محاولات في المقاراة الوحدة. وده يعتبر باسم مصر رقم قليل. قليل طبعا ارقام منتخب مصر المعدل العام فيها قليل. ده اللي كنت بقول لحدك ما فيش اسلوب لعب واضح لنا في المنتخب. يعني لما استعرضنا. لو استعرضنا ارقام منتخب مصر. اه نحب برضو ايه. يعني ارقام منتخب مصر تدينا برضو انتباع واحنا يعني عايزين دايما الاحسن. وان شاء الله انا متوقع باذن الله بكرة على مستوى النتيجة وعلى مستوى الاداء نقول افضل كتير. لكن طبعا. هنقش كمان معاك يمكن كمان على المستقبل القريب. نتكلم على تصفيات كاس العالم. هنتكلم على دوت لان انت. نقطة مهمة جدا. نقطة مهمة والناس مش شايفة لكن وحنا قدامنا شهرين ونبدأ تصفيات كاس عالم. ودي دي هتفرق معنا في ايه. انت انت عندك في المجموعة. ليبيا والجابون وانجولا. ليبيا منتخب كويس جدا. السلطة المهاجم اللي كان بيلعب في أهلي طرابلس فيها سند الورفالي مدافع الرجاء المغربي. فانت بتتكلم ان ليبيا اسماء قوية جدا. وبدأوا يرجعوا يلعبوا على ملعبهم. فده برضه هتديهم وهيلعبوا على الملعب غير اللي 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 عليه اخر مباراة. اللي هو الملعب الرئيس بتاعهم لما يجوا يلعبونا. فليبيا بتتطور. وليبيا فيها لعبة كويسة جدا. ده بالنسبة لليبيا. تعال للجابون عندهم التلاتة اللي قدام حاجة رهيب. منتخب الجابون يعتبر اقوى منتخب معنا في المجموعة. التلاتة اللي قدام سواء بوبانجا أوبيما يانج. التلاتة اللي قدام في منتهر يعني اتفرجت على المطش الاخير كور ايه سراعة تلاتة سراعة رهاب يعني من اليمين ومن الشمال منتخب قوي جدا. منتخب الجابون ده منتخب صاعي يعني منتخب جاي. فده اللي بكلمك عليه يمكن احنا مشغولين شوية بعملية كينيا الأداء كان وحش طب هنعمل ليه مع جزر القمر كل ده ده كل ده مقدور عليه احنا كده كده وصلنا أمم أفريقيا. في أمم أفريقيا أكيد حساباتها تختلف تماما بأسماء المنتخبات اللي وصلت أكيد هتبقى بطولة قوية جدا جدا.